اشتركوا في القناة 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 في كيادة الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفية ما بدي يفهم انه عم بعمل حملة على الجيش او ما بعرف شو اكيد لا ما سلاش قائد جيش على غير عادي بيعلن هو تحرير مواطن ما في ايادة للجيش في مدريد توجيه هن بيعنوا هالامور كلها يعني متل كل مرة غير ازها المرة غير عن هيديك المرة هل هيدا تسابق لاخذ الريدة ما بعرف على امل انه يكون لا انتوا اكيد اعرفتوا ان البطرك مار بشارة بطرس فير كان عنده صفرة على فرنسا ماشوه مار بشارة بطرس الراحة لا حبيبي لا لا مخرج سوريا حبيبي سوريا مار بشارة بطرس فير خليك بالاخراج انت مو المعروف خليك بالاخراج انت وترك لغيرك السياسة والاسامة اسمه المار البطرك مار بشارة بطرس فير خي ما بعد شارع شوف يا خي في السياق علمة أن البطريارك الماروني ماربشارة بوترسوسفير ماربشارة بوترسوسفير سيزوره باريس يوم الأربعاء في سابع من حزيران فهدي ولو بعرف وواضح أنه أخذ لك عقلك البطريارك السفير بس أنه ولو ولو يا زلمي والله عايب ساله 12 سنة البطريارك الرائعي بطريارك قبل مرة كمان قريت الموزعون الموازعون قد نروح وننتبه هو اللي فضت وردريه ما بيقطعوا يا جماعة ما بعرف ما بعرف رياض سلامة شو قصته هو واللون الأحمر يعني بس حدا جوابني مش ماقولش شو بحب اللون الأحمر شغله بشارع الحمرة كذا بلد عينهم حمرة منه يعني يا ممقضة ليالي حمرة في زعمة عاملين عليه خط أحمر في لشرة حمرة كمان طلعت بحقه من ألمانيا يعني كان بعض ناقص يكون هو الزئب بشابرون روج شو بخروف الروج قطير شو هلأ هاي ما فيه أولى ما بتطلع ما بتطلع بس بيناتنا أنا اقتنعت وصرت ضد تسليم رياض سلام للفرنسيين ايه ما كنت تعجبوا انتو بس صراحة يعني ما بعرف أنا كتير دعم هالشي انتو أكيد عرفتوا انو خيوا رجا مراه على التحقيق الفرنسي اذا حتحجت انو مريض عرفتو اوكي اذا ما عرفتو هلأ عرفتو بس كمان رياض سلامي مريض نعم نحنا ما منسلم مرضانا لحدا الله ما ردوا مش جسدي ما ردوا ما بعرف اذا الطب الحديث لقيله اسم بعتقد قيله اسم شوفوا شو قال للمحقق اللبناني حاكم مصف لبنان رياض سلامي نزاهتي وحدها تحميك حرام والله والله حرام نزاهتك وحدها تحميك وحدها وحدها عزيز الرياض نزاهتك احد فرصة صار لاش 30 سنة ميليموم لا ما عم تحميك ولا شي يعني يلي عم بيحميك مش نزاهتك وحدها فيك انفاسد محل بعدهم عم بيشدوا فيك نزاهتك قلتله بس هايدي ماشي يعني اذا هايدي ما بتثبت انه مريض في جملة تاني ايه لا بتثبت هايدي مش بس برهان هايدي مثل الضرب القاضي يعني شوفوا الليرة بخير والوضاع في المصارف موجودة قال حاكم مصف لبنان رياض سلامي اسناء مصوله اليوم امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ان الليرة اللبنانية بخير والوضاع في المصارف موجودة وجاء رد سلام في معرض اسئلة قبلان له عن مذكر توقيف الالمانية في حق الحاكم وعد صدور المذكرة الفرنسية كيف 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 هايدي اكيد قديم مخرج اكيد هايدي بل 2019 بارك 2018 ما كان يتحفنة فيهن اسبوع الماضي هاي الاسبوع الماضي اكيد بدكم برهان اكتر من هايدي بعلم النفس هايدي المرض اسمه ميتو ماني يعني هواس الاسطورة او هواس الكذب هايدي اكيد منصف فيه هايدي مرض نفسي موجود مش مختروع انا حاجات موجود غريب بعضه مصر انه الليرة بخير خي الدولار صار مية الف ليرة دولار صار مية الف ليرة ما عم صدق بعضه بقول هايك والابنوكي عنده وداع صراحة بعض ياللي قريته صد صدق البنوكي اكتر ما صدقه بس مهم انتوا صدقتوا انه مريض صدقوا انه مريض ونحن كومن لا نترك مرضانا هايدي عناصق لا نترك اسرانا شونكتي 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 شوفو انا برأيي في خمس قطاعات مضربت بلبنان او اربع ميمات اساسية اللي هي المصرف المستشفى المدرسة والمرفق ونامين هني عالخامسة بس ما راح يقدروله ملحيم 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 كتير كتير قوية النكتة هاي شو هالمرفق الوطني يعني المهم انت ميا خليفة استقبلوها بجامعة اوكسفورد حكيت عن تجاربها وشو تعلمت من الحياة ما وعفش خبرتوني يعني تحديد بس يعني انه شوفوا الفيديو اخيرا نجمة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة تكرم في جامعة اوكسفورد البريطانية الشهيرة حيث حاضرت في الطلاب الذين استقبلوها بوابل من التصفيق والهتفات ذلك انها وجه او جسد معروف واجلست ميا على كرسي جلست عليه قبلها الام تيريزا لكن العالم تبدل وتبدل كثيرا بكل الاحوال ميا مرتاحة لا احد يتهمها بالارهاب ولا بالتزمت بل تفتح لها صالونات الشرف الشرف المعاصر خلاصة الكلام كيف تعرف انت لامية خليفة كيف طيب عال وليش دعلين على الليلة ميا خليفة عملت شي مش منيح بنظرك وتيبت بينما سياسيين عم يعملوا اشياء مش منيحة وما تهبوا على القليلة ميا خليفة تعلمت شي منيحة الحياة وعم تحاول تشارك تجاربها مع غيرها بينما نحن سياسيين ما تعلموا الا النهب والقتل والفساد وحتى هولي ما بيش يركونها فيهم بالعكس بيعملون حق التجارب فيهم على القليلة ميا خليفة كانت طلع مصاري من عرق شبينا ومعروف شو مصدر دخلا بينما سياسيين عم يطلعوا مصرياتهم من عرق شبينا نحن يا عزيزة صدقني ميا خليفة اشرف بكتير من بعض السياسيين عنا بعد البريك حوار مهضوم مع ضايفة الفناغة سرح بيني مطروح ومطرح بريك ومدرجا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة